قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن التوجيهات الكريمة من سمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تؤكد مجددا ما هو مؤكد عبر التاريخ وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح وأن ديدنا القيادة السياسية في بلدنا كان وما زال إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد وتقدم الغانم بالشكر والثناء والتقدير لسمو أمير البلاد على توجيهته السامية بدءا بالدعوة الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين مرورا بدعمه الكريم لما تمخض عنه الحوار من مرئيات وانتهاء بقراره تفعيل المادة الخامسة والسبعين من الدستور وتكليفه رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو